اختيار المنتخب برضو ارجع تاني بعد الحكام هحصل شكاوى كتير ضد حضرتك ترد على الشكاوى دي تقول ايه انا تعودت كده في حياتي ان انا اما بعمل حاجة او مش انا يعني احنا ما بنجتمع على حاجة وبناخد قرار ببنرجعش فيه انها شايفين صح الا لو كان غلط لو كان غلط وهم الشكوى فيها شيء من الصح لازم احققها لكن انا ما ببصش الحاجات دي خالص على اساس ان السوشيا الماديا برضو الكلام غلط مش عادة ادخل في مهاترات يعني لو اقول حضرتك مثلا بيتكلموا في حاجات منهاش جعب باللايحة وبينتقدوها طب هي ده مش موجودة في اللايحة بتنقضوا ايه عشان كده انا عمري ما رضيت على حد لا فيسبوك ولا حاجة والشكاوى اللي بتجيني برضو عمري مرضى عليه السبب واحد كلها من مجهول مثلا شاكوى يقولك والد احدى اللاعبات شاكوى تاني يقولك شخص مش عارف محب بالكلة هرد على مين مع ذلك حضرتك قلت لو الشكوى في حاجة حضرتك لسه هي وفي حاجة من الحق انا بتحقق على طول ولو في نصيحة لنا منهم انا بمشي على طول صحيح يا كابتن طب خليني برضو اقول لحضرتك انت يوم حداشر عندك جماعة عمومية عادية هتحصل في الانتخابات وفي جماعة عمومية غير عادية لللايحة صح الكلام ده مزموط لا هي الاول جماعة عمومية غير العادية دي عشان تكر فيها لا علشان احنا بعض تغيير بعض بنود الليحة طب البنود دي مثلا ليه علاقة بيها كابتن يعني هي علاقة مثلا بالتصنيف بالتصنيف ليه علاقة ببعض الشروط المدير التنفيذي ليه علاقة بعض الترشيح للانتخابات يعني حاجات بسيطة صغيرة علاقة تحطيتها وخطت موافدة لجنة الأمومية عليها ولا لسه هتاخد الاول موافدة جماعة عمومية الغير عادية وترفعها للجنة الأمومية بالضبط انا مخطش عليها موافدة لجنة الأمومية الأول اللي بحطها لجنة الجمعية العمومية هي الأساس فاحنا حطينها لو هم وفقوا عليها بقت ليحة بس للأسف مش هيقام عليها الانتخابات طبعا هيقام عليها الالحال قديمة بالضبط لانها تاخد وسكتها تروح تعتمد لجنة الأمومية وتروح تنشر في الوقاعة فهتاخد فترة للاتحاد اللي جاي بقى ان شاء الله بالضبط وبعدها بساعتين بنعمل لجنة الأمومية الجمعية العمية العادية اللي هي هاتمد فيها الانتخابات ومتحقق فيها بقى خلاص خدنا موقفة اللجنة الانبية على الأسماء وبيدخل الناس ومتحقق فيها بيعتمد الميزانية الأول بعدها بيعتمد الميزانية برضه بنشهرهم بعض البنوت في اللايحة وبالرغم من كده بنبدأ بعد كده عملية الانتخاب